وقانون دولي وعمر الجزائر منذ استقلالها إلى يومنا هذا ما خرجت بميليمتر على القانون الدولي احنا الدولة الوحيدة ربما هذا عدم تدخل في شؤون الغير هذا عدم تدخل والسمع والطاعة للأمم المتحدة طوري الدولي للأمم المتحدة اللي تقرروا الأمم المتحدة احنا نطبقوه السمع والطاعة للأمم المتحدة ولتقروا الأمم المتحدة احنا نطبقوه لم في حياتي وأنا أقرأ وأتابع ولم أسمع رئيس دولة أو حتى وزير أو حتى دبلوماسي بسيط يقول السمع والطعاء الأمم المتحدة والتي تقرر الأمم المتحدة نحن نطبقه أبدا أمم المتحدة هي اللي أنشأت إسرائيل والأمم المتحدة هي اللي وصلت إلى أنها رفعت لائحات ودين إسرائيل باعتبارها نوع من أنواع العنصرية والأمم المتحدة هي اللي شارعنت للوجود الفرنسي في مالي والنيجر إلى آخره هل فيه ذلة أكثر من هذه السمع والطعاء السمع والطعاء الأمم المتحدة والجزائر ربما هي البلد الوحيد قال لك منذ الاستقلال ما خرجتش جرام على القوانين الدولية ماάجنا رك خاضع للمنظومة الدولية رك خاضع للقوى الكبرى رك عاميل عندهم باعترافك أنت وجهي تقول جزيل ما تنبطحش ههي فيه نبطح أكثر من هذا هل هناك نبطح أتحدى أي واحد أن يروح يحوس ويجيب لي تصريح أنتع رئيس دولة أو رئيس وزراء أو حتى وزير يقول السمع والطعاء الأمم المتحدة السمع والطاعة لأمم المتحدة راه السمع والطاعة لا يكون في مطلقه إلا للخالق وهذه الناس ما تديرها كثير من الناس مش ديرتها بما في أممتع وأنت تعرف أن كثير من قوانين كلياك تقول كذا هي ضد الشعب المسلم اللي في البلاد لكن السمع والطاعة للأمم المتحدة الأمم المتحدة يشكون هي أساسا مجلس الأمن الخمسة الكبار هم اللي قروا أساسا هل فيه انبيطاح أكثر من هذه هل فيه معارض أو مقاوم لكم جاء نهار وقال سمع والطاعة الأمم المتحدة ما كانش لا قديما ولا حديثا لأن هذه خيانة هذا خضوع ما كانش دولة محترمة تقول لك أنا نطبق كل شيء على الأمم المتحدة ما كانش وما فيش دولة في العالم أتطبق كل ما تطلب الأمم المتحدة ما كانش لكن ترك تقول وتزعم هي الحقة مش صحيح لأن الستينات والسبعينات والثمانينات كاين أشياء الجزائر ما سمعت للأمم المتحدة وهم يحزنون بالرغم انتقادنا لتلك الفترة إلا أنها لا تقاس والحقيقة أنه عندنا انتقادات سبعين ألف انتقاد لبومدين لكنه لم يخضع للنظام الدولي خضوع مطلقة لم يخضع ها نداء هذا معان تعل جزيرة نهار لي جاك تعل جزيرة ما يسمى بصحة في هذاك تقول له السماء وطاع الأمم المتحدة من فمك ودينك من لسانك ندينك أما تعميم وتوزيع التمهامات وخابارجي وخابارجي يجيبنا الأدلة ولكن ما أدلة تحرق منطقة القبائل اللي تعاوننا احنا والماك والمغرب باش نحرقوها سخافة ليس لها حدود تفاها ليس لها حدود هذا رئيس في تصريح قبل شهر فقط ثاني مع صحفيين ما يسمى بصحفيين كما هذون قلت باللي عندنا علاقات طيبة مع الصين ومع روسيا ومع فرنسا ومع أوروبا ومع أمريكا ومع الجميع ما فيش دولة يخضر يكون عندها علاقات مع الجميع إلا المحميات اللي يدفعوا جزية كما رأنا اليوم للأسف رأكم فقط تنفخوا في الريح الكرامة الوطنية رأي تحت الأرجو المنهار اللي افتحتوا الأجواء خاصة ومازالت مفتوحة وتقدموا في الكيروزان وفي ليسونس وفي المازوت وفي المواد كثيرة للفرنسيس وما زلتم وتقدموا لهم في معلومات أمنية وما زلتم وقبل 12 سنة طلعت في ويكيليكس فضيحة أيضا النهار اللي كان ما يسمى بالوزير المنتدب للدفاع يقول للمسؤولة أمريكية افتحنا لكم الأجواء الجزائرية كلها بالصحة السياي اي ما رايش تعطينا نسخ من الشي اللي راي تصوروا على الجزائر والمسؤولة الأمريكية تقولوا شوف مع شوف مع الأخرين هذوق شوف معهم يعني لا يعطوا لك نسخ ورايتكلفنا احنا راي خمسين ألف كل ما تنطلق الطائرة من إيطاليا باش تصور الجزائر راي تكلفنا خمسين ألف دولار هذا هذا صاحبك هذا كان وزير منتدب للدفاع والتصريح موجود لأنه كشفات ويكيليكس لما فضحت وثائق الصفارات الأمريكية في الخارج افتحت الجزائر كلها للمخابرات الأمريكية تصور متى شاءت وقت اللي تحب وما تعطيكم ش حتى نسخة لا صور ولا فيديو يا سفاه على الخرطي اللي راكم تكذبوها للناس والكذب اللي راكم تنشروا فيه وأنكم انتم ومع فلسطين ومع السحر الغربية ومع الشعوب تكذبون أكثر مما تنفسون لو كان جيتوا بحق وجاء عندكم شعرة واحدة شعب الكوسوفي شعب من أصول ألبانية مسلم والتي تحتل هي السربيا المسيحية الأرثوذوكسية تقيفون مع سربيا المسيحية الأرثوذوكسية ذجد الشعب الألباني المسلم الكوسوفار اللي ذبحاته سربيا وما زلتم تقيفون معه ولا تعترفون بالكوسوفو تقيفون مع الصين اللي ذبحت الأوغور وما زالت تذبح في الأوغور ودارت الملايين منهم نحتلهم أولادهم ودارتهم في مراكز تعتعذيب وتعغسل الأدمغة وزع ما رحته هناك وقلت لا الصين لا تفعل ذلك والعالم أجمع يشهد على ذلك لو كان جيتوا بالصح مع تقرير المصير لو كان دفعتوا على الروهينغا اللي ذبحوهم عسكر تعنيان مار كيمان توما ذبحوا منهم عشرات الألف وهجروا منهم الملايين وما زل عشرات الألف في سجونهم يستعبدون نساء ورجال لكن تكذبون علاقاتكم جيدة مع جماعة نيان مار وقائمة طويلة كنا بدنا نحسبلك فيها خلكم الكذب هذا لأننا نرنا في عالم آخر ما زال تببوني تكلم منطق كأننا في السبعينات أو الثمانينات أو حتى في تسعينات الناس لا يتعرف الآن ويكفي فقط الإنسان أن يعرف كيف يبحث بش يجد المعلومات كلها أما فيما يخصنا أتحداك أنت ومن في الأرض جميعا في أي وقت في أي لحظة أن تأتوا بدليل واحد بل بربع دليل بل بعشر دليل على أن عندنا علاقات مع جهات خارجية وأننا نتآمر على البلاد ولا أننا نبيعوا البلاد اللي يبيع البلاد هو اللي متحكم فيها ووصلها إلى الحال اللي رأي فيها هذا هو اللي يبيع البلاد اللي يبيع البلاد هي عاشر مساحة في الأرض تشتري 70% من القمح انتاحها و80% من القمح انتاحها من الخارج و80% من الحليب انتاحها من الخارج والأدوية انتاحها من الخارج و99% من السلاح حالة ليش 100% من الخارج اللي يبيع البلاد هو أن الجامعات الجزائرية غير مصنفة في تصنيف العالمي للجامعات اللي يبيع البلاد هو المستوى المتهاوي للتعليم للطب للطرقات هاي البلاد وانتبعت لكن إذا افترضنا أن هناك واحد ولا اثنين تايه وباع ذمته فهذا لا ينطبق على حرار جزائر اللي قاوموا فيكم بكل سلمية وسيوطيحون بكم بكل سلمية بإذن الله لأنكم خربتم البلاد وبعتم البلاد وهلكتم البلاد وانهبتم البلاد وما زلتم تفعلون غارقين في شكرة الحليب